السلام عليكم كنتم نتمنى تكونوا بخير على خير اليوم سنشارك معكم بستيلة صغار مورقين مقرمشين بدون ورقة بعاجين مكوناتها بسيطة والطريقة التحضير ديالها أبسط ما كتاخدش منا لوقت ولا مجهود وكيجي ورائعين وحشوة لاقتصادية ليدة بساف وكيجي معلكة إلا جربتوهم أكيد غديعجبكم فقديندوزو ذابه باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال تحضير بالنسبة للمكونات عندي ثلاثة ديال كؤوس ديال الدقيق الأبيض وبالنسبة لكمية ديال الدقيق هدي تبقى على حسب الكيمية اللي بغيتو تحضرو فثلاثة ديال كؤوس ديال الدقيق الأبيض أعطاتني ثمانية ديال البسطيلات بالحجم اللي شفتوا معايا في أول فيديو فقدرت ثلاثة ديال كؤوس ديال الدقيق الأبيض مع الملح اللي غدي بقى حسب الدوق وملعقة كبيرة من الزيت وغدي نعجل العجين بالماء اللي غدي يكون دافئ هنا غدي بقى لكم الاختيار أنكم كتعجنوا العجين كتدلكوها جيدا وكتستعملوها مباشرة وإلى عندكم الوقت فقط كتدمجوا هاد المكونات ديروهم في علبة بلاستيكية أو بلاستيك الغذائي وكتخليو العجين كترتاح وكتطلق ببحدها فكتجي بحلة إلى مدلوكة مزيان فهد الوقت اللي غدي نخلي العجين كترتاح غدي نوجد فيه الحشوة بالنسبة للحشوة فقدرت ثلاثة ديال البصلات ثلاث حبات من البصل الحجم ديالهم متوسط اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا وغدي ندفليهم القليل من زيت الزيتون أو زيت المائد غدي بقى على حسب الرغبة ديالكم والقليل من الملح اللي غدي بقى حسب الدوق غدي نحرك هكا هاد البصلة وغدي نخليها كتشحر حتى كتنزل شوية ومن بعد غدي ندفليها الصدر ديال الدجاج اللي قطعته مرباعة هكا الحجم ديالهم شوية صغير ملعقة صغيرة ديال السمن ملعقة كبيرة ديال الحامض مصير اللي قطعتوها كمربعات صغيرة ومعلقة كبيرة ديال قصبر ومعدنوس وبالنسبة للتوابل غدي ندير الكوركوم اللي هو الخرقوم القليل من الزنجبيل الفلفل الاسود اللي هو البزار ورأس الملعقة ديال القرفة بالنسبة للتوابل غدي تبقى على حسب الكيمية اللي غدي تحضروا ديال الحشوة اللي غدي نخلط هاد المكونات هكا حتى يندمجوا وغدي نخليهم كيطيبوا على نار اللي تكون متوسطة ما غديش ندير الماء نهائيا فالبصلة كيطلق الماء وحتى الدجاج كيطلق الماء فغدي نخليهم كيطيبوا وغير فهاك المدية لهم اللي غدي يطلقوا ما نضيفوش الماء نهائيا وهاكا من اللي كيطيبو والحشوة كتنشف سماما ما يبقاش فيها الماء نهائيا غدي نضيف ليها حبة من البيض كنضيف البيض وكنبقى كنحرك ما كنحبش نهائيا باش البيض كيندامج مع هاد المكونات وما كيبقى شيبا نهائيا كنحرك هكا حتى كينشف تماما كنبقى وفي التحريك حتى كتنشف لينا الحشوة كتاب لينا البيض وما كيبقى باشلينا الماء في الحشوة نهائيا خاصة تكون ناشفة هنا غدي نوجد اللوز عندي هنا اللوز اللي درتو في الماء اللي طايب حيطو القشور ديالو من بعد قليته في الزيت وغدي نطحنو مع جمع الكبار من سكر حبيبات ونصف ملعقة من القرفة وغدي بقى اختياري كيف ما ممكن تعودوا اللوز بكوكب او لا ما تدروهم ش نهائيا وغدي ندوز العجين من اللي ارتاحت غدي نشكلها لكورات الحجم ديالهم يعني هكا شوية صغير وغدي ندوز كنورق في العجين غدي نحتاج للزيت والزبدة اللي غدي تكون ديبة بالنسبة للزيت هو اللي كنبسط به العجين والزبدة غدي نستعملها للتوريق وغدي تشوفوا معي الطريقة بسيطة بزاف كنبسط العجين مزيان منحتى كتولي رقيقة وكيبالي سطح العمل من بعد كندهنها بالزبدة وكنطويها بالطريقة العادية ديال المسمن على شكل مربع بنفس الطريقة نكمل كنبسط العجين جيدا كتوجون تكون يعني رقيقة كندهنها بالزبدة وكنطويها بالطريقة العادية بحالي كنصيبو بيها المسمن العادي داروري اننا نورقه بالزبدة باش تجينا العجين مورقة ومقرمشة الى ورقنا بالزيت بوحده فما غاديش يعطينا نفس النتيجة بنفس الطريقة غادي ندير جميع الكورات اللي عندي غادي نورقهم هكا بشكل مربع ومن بعد غادي نبدأ هكا ندير في الحشوة كنجيب المربع الاول العجين اول وحده بديت بها كنبستغر شوية وكندير الحشوة تجاج في الوسط وكندير فوقها اللوز اللي تحنت وكنجمع العجين من الجوانب بحالكة في الوسط وكنقرس العجين هكا شوية في الوسط باش كتجمع وكندسل وكنحتها في الطاوة اللي غادي ندخل الفران وبنفس الطريقة كنكمل حتى غادي نسالي الكيمياء اللي عندي كامل وطبيت الحل حشوة خاصة تكون بردات ما نديروهاش سخونة في العجين وكنستمر بنفس الطريقة كيف ما شفتوا بنفس الطريقة بسيطة بسيف فغير كنبسط العجين هكا غير شوية نحط الحشوة ندير الدجاج وندير فوقها اللوز ونجمع الجوانب هكا الفوق كنقرسهم مع بعضهم باش كتجمع العجين كتسد وكنقلبها من اللي كنسالي الكمياء اللي عندي كاملة نحطها في الطاول اللي فرشت فيها ورق الفرن او اللي تدهنوها بالزيت حطيت فيها هكا بسطيلة ديالي اللي عمرت وغادي ندير فيهم هالتوقاب هادي قبل مندخلهم الفران بالنسبة الفران خاصوا يكون سخون من قبل نسخنوهم زيان ونخليهم كيطيبو على درجة حرارة 180 درجة كنشعل عليهم من التحت غير كيشدوا راسهم من بعد كنشعل عليهم حتى من الفوق وملي كيبانو لي هكا شدوا راسهم كنخرجهم الفران اللي بغت تحتافظ بهم في المجمد فهاد المرحلة هدي كتخليهم حتى كيبردو وكديرهم في المجمد واللي بغت تستعملهم في نفس اليوم فكدهنهم هكا بأصفر البيض اللي تدرت معاه معلقة كبيرة دي الزبدة دايبة دهنتو معاكا من الفوق ورجعتو من الفران حتى كيتحمروا وكيجيوا بهذا الشكل هذا وهنا غدي تشوفوا معايا الطريقة دي التزيل اللي غديندير غندير طريقة يعني اللي بسيطة غديندهنهم بالعسل وغديندير فوقهم اللوز كيف ما تقدروا انكم تعودوا اللوز بكوكو حتى في الحشوة اللي درنا في الوسط ممكن تديرو كوكو يعني عوض اللوز كيف ما ممكن انكم ما تديروش نهائيا فهدو زينتهم هالطريقة وبالنسبة يعني الكيميا اللي بقت فهدي نزينها بالطريقة يعني اللي معروفة غديندير عليهم هكا السكر غلاسي والقرفة من الفوق وهكا غدي نكون ساليت بالنسبة لهات العجين كتجي رائعة مورقة ومقرمشة بحل ورقة تماما وحتى الحشوارة كتجي ليدة بزاف وكيف ما شفتو سريعة في التحضير ما كتاخدش وقت اللي طويل وهدا هو الشكل النهائي كيف ما شفتو سريعة في التحضير 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 كيف ما شفتو سريعة في التحضير